السلام عليكم اتمنى ان شاء الله تكونوا باخر و على خير مع سيدنا رمضان سوف احوال كل شي باخر مهم كانوا الاسبوت الكوزينة خسروا اليوم صراحة الاسبوت الاسبوت جيد الاضاءة جيدة ولكن رأيت ما نجرب في المخ لا تجربت شريط الغلين لا تجربت شريط الرخص يدوز واحد شوية ضغية انا كنت قلت لك لا تجربت شريط في الدولة في الانستلاسيون لقد قلت لك جيدة هذا الشراء ضروري مره مره اكتبت لهم صراحة رجلية تكلفت بهذه المهمة و قلت لكم ديكور جديد في الكوزينة صراحة الاسبوت انا كنت جاء لدي نجار و كنت سولته و انا نتعلم و انا نتعلم لا تنسوا الوشكين هنا يجعل المقارنة و يقول لي ره خاصة مع 20 درهم و انا نتعلم و انا نتعلم سيحصل على المقارنة و انا نتعلم نعرف انه يركب لي في البلكر تحت المقارنة بحلال يمنيوم باش تلقتر المولى هذا ما يخسرش لكم العدية لكم فجي يركبها دار معه رجلي الى اساس انه يجيب ليبواني ودك النهار انا ماكنش خرجت نتسخر فجي تلقي تركب لي هاد ليبواني عاتيه اللي بنا ترى تغير شامل را سبحان الله من حيث تهدو كل قريب درت هاد الضغي بحلا زادو اللي كلغاج في الكوزينة عطت واحد الاضاءة تتبل الكوزينة في شي شكل صراحة بدلو نظره يوصفي بما انه رمضان هادا عطتو حنا رمضان كان بيو شوية تغييرات قلت ضروري نبدلها كغيف بدي كورات نحيد حاجة نزيد حاجة باش هكا نحسدك تغير طبعه حالة نراقب الرمضان خملت الكوزينة صراحة اشوفو انا في واحد القاعدة ما كانت سنشتد شي شي مناسة بعد باش نخمال دائما نجي في الحاجة كي نسي ذلك عجي مرة مرة تعاوني ما كان خليش الحاجات تترون بنتلي هاد البلاكر هاد هاد بلي مرون نحيد ونمسح ونعود الرد بلي هادا وهي غادي هكا وخايا في نحنا ذاك الفيس ديال اننا الصالون نخمله في المناسبات وهذا ايه كان الى حتاج انه يتصبن راش كيما ردتو البلا انا را خملتو قبل وصبن الزرابي قبل على تيساء خصوصا انا كان بغين نصبن في اللافاج ما كان صبنش الزرابي في الدار كي كان قوليكم هادا علاش الى ردتو البلا هادا كولون فين كيل والفران الرجح INTES فتنا إلي فقوو كنت أخديتها لحسب لان فران رجح ونا دعيه كيم وال burden ومن efficiently كي أران رجح وفي يقوم بتلك المال داعي داعيد فأخديت اقرار أنني formula وسأ пришب مع ذاك اللافات فحصل ي Chick يا الفراير Johnny الفرع وكما تعرفوون أدريك أن أقوم بإمكاني المنزل لكي نتعلم مع المناسب و لا أعلم أن أقوم بنا بإمكانك بإمكاني المصدر لكي لكي نتعلم يجب رحضة الاخلي من اختصر في طارس قليلا سوف يفعل مدرس بالطيس للغنية اضع حفي نظري في ملوك جيب ليتصدق غنر كلينيكس نضع الزجش و من بعد نضع الموميكس اضافة الهواج لأسيد ترمو ميكس اضافة القنط اضافة على حسب البرائزة اضافة اضافة الهواج و اضافة السليلة اضافة لأن السليلة جيدة اضافة 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 السلاح اضافة و اضافة اضافة ان المعين و انجزة اضافة 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 شكرا لكم اشتركوا في القناة 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 هذا ما اخرجته بلسطيك هذا ما ما أخذته بلاستيك اذن فقط لديه قد اكتب لي انني استعمله هنا اضطئت بومبونيه لقد أخذتهم في بلاتو ضوغي صراحة شكلهم جيد وهذه الطابي التي قلت لكم ترى كثير من عامين كنت أخذتهم عند عاديل لكي يبيع البابيبا عاديل ديكور ونسيتهم حتى تلقيتهم في البلاسة في نديرة الزرابي وانتوما شوفوا لي الديكور جديد وقلوا لي صراحة أنا أعجبني خصوصاً أنه وجدك شي مواتي مع لكي يتغير لكي يتغير لكي ترى الكوزينة فران حتى تتم هذه الدجاجة إذا أضعت اللورك هنا للمشين جلبت والإيرفراير أشوفوا كتسوليني بزار هذا الفران فران جلبه وزوين وغزان ما عندي ما نقول غير نصيحة لنعطكم هاتش يتغير الكحل مائي كحل الصعيف وحل الصعيف وإذا اضعت وحل الصعيف كأنه مائي وانتوما شوفوا هناك يتغير الكحل الصعيف وانتوما شوفوا وانتوما شوفوا نقوم بماق نقوم بإمكانك وحل الصعيف نضع الحويجات التي نستعمل يوميا فقط وخلاص سنة لا أريد أن نضعها فقط وضع الحويجات وضع الحويجات على قبر رمضان بالنسبة لقراءة الزيت و بالنسبة لبومبونيغ لغزالة كنت أخذتهم كنت أخذتهم عند شوب باينانو كنت أخذتهم عند كوان مسا أغلبية المعنى كنت أخذتهم عند شوب باينانو أو كوان مسا أو أغلبية المعنى يمكن أن نأخذ المعنى بحكم أن تجد المعنى و تجد المعنى مناسبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فتنخى ترجمة نانسي قنقر سيفراء من ترجمة نانسي قنقر متقر إلى أن هم ندفتت فترة بممضان تجمعنا في الثالثة ديال رمضان وكانت طبيلات ووجدون وكل شي أخرى وكانت تجمعنا في الثالثة ديال رمضان وكانت لدينا مقطع الفطر وفي العشاء نقشت لينا المقطع وكانت مقصصة 10 رمضات وكذلك يجعلوا أن يكون مقابلات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السر هو أنه ضروري طبيعي يكون مجمد و السر هو أنه نخلطه الحليب مع الحمض لأنه يدرنا لبن نرى كما تعرفون الحمض لادفنا على العصير و الذي يدرناه هو أنه لا يضرقه في المصر لأنه لا يخمره نجمع المسائل كاملة نتحن لكم جيدا هذا العصير لا تتحنه لأنه ضروري يكون جامد بالنسبة للعصير الثاني هذا يجب منعش الغزان أولا نحتاج إلى جوج دانون سواء بمدق الحمض أو الألفاني سكر حسب الضوك 1-4 الوريقة النعنى 1 جوج حمضة التي سنقوم بها القشرة والجلدة التي تكون بيضة ثلاثة الخيارات الثومة من قين إترو المابرد و نأخذ القشرة الحمضة واحدة ثلاثة القشرة لا نصل لها لديك الجلدة البيضة نهائيا سوف نخلط الكل في الخلط و سوف نطحنه جيدا و سوف نصفيه وهو واحد العصير الذي يأتي بالنين و بحل مخيته نتمنى أنكم تجربوه و ترطو علي الخبار حيث كنت لكم مدقات مختلفة و حتى القوام يأتي كأنكم عصرتوا هذا العصير بالنين و أنتم مراء نغير الحليب لا يخمر أما هذا مدق مخيت واحد المدق غزل فيديو اليوم نتمنى أنه هنا الإعجاب و ان شاء الله أنا معكم هذا رمضان يوميا لك تبله لك ترجمة نانسي قنقر